فجأة ودون سابق إنذار تبدل كل شيء فذلك الوجه البديع الهادئ أسقط من قاموسه كل معاني الرحمة والتحكم بالذات فلم يسلم من شره حتى المقربين كاتبا قصته بما جرى من عروق ضحاياه فما هي القصة؟ وديع تمرد على طباعه فسكتت من حوله كافة الأصوات الهادئة ولم يتبقى إلا أنين صاخب لضحية واحدة تطالب بصوت مهزوز بالعفو والرحمة لكن الطريقة التي قطعتها في رجائها أضحت مغلقة لأجل غير مسمى فضربات متعددة متفرقة سطر بها ذلك الشاب الهادئ قصته الأولى في ذلك العالم الغامض قصة لم يجد المؤلف والمنفذ لها بطلة مناسبة إلا تلك الأنثى التي تشاركه فراشا واحدا منذ عدة سنوات فماذا فعلت؟ لغز ظل يحير السلطات الأمنية الباحثة عن الحقيقة الغائبة عن الأعين رغم كل ما تقوله كل ضربة من الضربات السبت عشرة التي استقرت في جسد السيدة التي لم تشفع محاولات استجدائها في أن يتوقف فلجأ المحققون إلى خدعة سحرية كشفت ما حدث في خلال 120 دقيقة حيث بدأ الجاني في سرد واقعته الغامضة على مسامع الواقفين واستاذه للجماعة من صدور هذه الأفعال من هذا الوجه الوديع عاش سويا في إمارة الشارقة بالإمارات العربية المتحدة حيث المعيشة الرغدة وحياة الرفاهية قبل أن تنقلب الصورة ويتحول زوج المهندسة المغدورة إلى وحش كاسر لا يسلم أي شيء أمامه من أفعاله الغاضبة لم تقوى المهندسة الأردنية أن تستمر في تلك المعاناة أكثر من ذلك وقررت أن تبتعد بنفسها عنه فرفع الدعوة طلاق حتى تتخلص من ذلك الأسر الذي كبل أطرافها وقيد حريتها لكن على ما يبدو لم يعجبه الأمر وقرر أن يقتص منها بطريقته الخاصة فأعد سيناريو محكما لتنفيذ خطته ففاجأها بموقف السيارات وأنهى حياتها بست عشرة ضربة ثم تركها تواجه مصيرها وحدها لم تتكلف قوات الأمن عن البحث عن هوية الجاني فما كشفته كاميرات المراقبة كان كفيلا بأن تتوجه التهمة إلى زوجها المضطرب نفسيا بعد خلافات شخصية نشبت بينهما في وقت سابق فبعد أن قام بمهاجمتها في مركبتها التي تتواجد في موقف سيارات المبنى الذي تسكن به وجه لها عدة ضربات نافذة أخذها معه في نفس السيارة إلى الشاطئ وقبل الوصول إلى هناك قرر أن يتركها وحدها على جانب الطريق ويفر ناحية الشاطئ محاولا لاختباء من أياد الشرطة التي تبحث عنه في كل مكان قبل أن تتمكن منه أياد الأمن الطويلة وما أن تم القبض عليه حتى اعترف بكل ما حدث وكيف خطط لتنفيذ الواقعة وما هي الذوافع التي حملها من أجل الإقدام على مثل هذا الفعل الشنيع في زوجته صاحبة العشرين عاما برأيكم ما هي الطريقة الأمثل لحل الخلافات الأسرية بين الزوجين